مهندس خالد فاروح حضرتك تابعت معنا هذا الجزء من التقرير تابعت طبعا بس أنا سايف الطريق حقيقة مشايف أنا مجرد سامة بس آه مجرد طيب خلينا أوصف لحضرتك الصورة ولو إن ده ربما يكون شوية مملل مشاهدينا ولكن هلخصه يعني المزلقان عبارة عن يعني قطع حديدية بتتقفل مع مرور القطر لتمنع المواطنين والعربيات النقل الخاص والجماعي من المرور قضة عامل المزلقان قضة بسيطة جدا دياءة جدا التليفون اللي بيعتمد على تلقي المعلومات منه حاجة برضو بسيطة بتاع 50 سنة فاتت هل تطوير هذه المنظومة المزلقان ده تحديدا اللي أهالي أسيوط بيتكلمهم إنه من بعد سنة من الكارثة لسه على حاله لسه بظروفه بنفس الإهمال وبنفس الحالي اللي عليه هل ده يتكلف مليون ونص أو اتنين مليون؟ أيها لأنه احنا بنتركب محافظات على السكة عشان تحسي باقتراب القطر والمزلقاني الدواء بتاع التليف الأوتوماتيك الكلام ده بيحتاج طبعا تكنولوجيا وصوفت وير وحاجات زي كده فدي بتتكلف في نفس الوقت بالبدأ عمل التطوير إنه نعمل غرفة 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 المزلقان غرفة محترمة أدمية تفضح إنه يقيم فيها فيها دورة مية لي مقبولة وفي نفس الوقت عشان نحط فيها الأجهزة بتاعة تشغيل المزلقان طيب لو احنا النهاردة ما عندناش مليون ونصة نحنا نعمل كل التطورات الرهيبة الرائعة دي اللي ممكن تغير شكل الحياة وتسهل على الناس وتحمي الأرواح مفيش أي حتى يعني شوية تطويرات نصها طيب ربعها طمناها يعني تحسين الأحوال ما زالت الأوضاع على ما هي عليه وبالتالي كان عندنا الحدثة بتاعة تنبارح يعني 27 روح المسؤولية المركبة اللي معديها المزلقان المزلقان احنا بالتجربة جربناها بعد الحادث لقينا الأجراس والأنوار بتاعته منتظمة لما دخلنا جرارة عشان يسحل العربيات عشان تساعد في رفع الجسس ونقل المصابين فالجرار بدخوله على المزلقان حصل إنه اشتغل أوتوماتيك أجراس وأنوار المزلقان ده بيشتغل أجراس وأجراس اشتغل أوتوماتيك طب الأجراس والأنوار دي المفروض أن هي تنبه المارة تنبه بالضبط بالضبط كذا المارة لم ينتبهوا الناس وهم بيعدوا العربيات وهي وهم بيعدوا ما انتبهوش وكان المفروض أن يكون فيه سلسلة حديد موجودة تمنع مرور الناس موضوع السلسلة ما هي برضو عشان أتكلم فيها دي حاجة إضافية وضعفتها السكر الحديد ما هياش موجودة في لوائحها ولا قوارينها عشان برضو مش عشان تمنع لأن السلسلة ما تمنعش عربية السلسلة مهما كان قوتها ما تمنعش عربية هي ما تمنعش عربية بس مين هيكون عنده الجرء أن هو يقتحم المزلقان على الرغم من وجود سلسلة حضرتك رجع الشرطة التنقل ومواصلات هتلاقي ألف محضر معمول بقطع السلسلة دي طيب فإحنا السلسلة بتتقطع فكررنا أن احنا ما نحطش السلسلة بالصبط ده اللي فيه دين طب وما نشيل المزلقان خالص يا فاند والناس بقى تتعامل ونكتفي باللمبات والناس تبص يمين وتبص شمال حسب القانون رقم 277 لسنة 59 لا هي بصي اندهي بقى يا حضرتك دي معادلة من طرفين فيها طرف مسؤولية السكر الحديد وفيها طرف مسؤولية المواطن اللي بيعادل المزلقان الطرف اللي مسؤولية السكر الحديد ده أنا بخصره ولو عندي إمكانية أن أنا ركب بوابات بركبها لكن في المزلقان زي ده ما ينفعش ركب بوابات لأنا على طريق سريع طريق القاهرة السريع وده كان واضح تماما في بيان وزارة النقل اللي أكدت أن المزلقان كان منتظم أثناء الحدث في تشغيله بأجرس الإنزار والأنوار وفي حراسة الخفيرين ولكن عدم التزام مسائك الإتوبيس والسيارة النقل حسب القانون 277-59 اللي هو يخليهم يبص يمين ويبص شمال ده اللي أدى عليه أدى إلى الاستضام وبالتالي عدد الوفيات والإصابات معاينة النيابة النهاردة بتؤكد أن المزلقان لم يكن مغلقا أثناء وقوع الحدث وحضراتكم مقدما بتقولوا دي مش مسؤوليتنا وده مش مؤثر احنا بنقول إنه مش مغلق أنا ما قلتش إنه مغلق أنا بقول إنه أنا حذرت عليه عشان المركبة التاسم بقانون المرور وتوقف متى هديش المزلقان طب ما هو حتى في قانون المرور حضرتك يعني حتى العربيات ما منتكلمش على مزلقانات فيه إشارة مرور بس فيه عسكري مرور أمان ده يعني لو ما التزمش بالإشارة العسكري بيوقفه عامل المزلقان هنا المفروض يحط الأمان عسكري مرور يقدر يمنع عربية تجاوزت بشرة بس على الألها يقوم واجبه وعلى الألها يقوم واجبه وهو برضو نسل قصة غفير المزلقان المفروض يقوم واجبه وبالتالي لو حصل عطل العربية سوء السكة الغفير المزلقان بيبلغ عشان ما يجيبش قطر تمام الغفير المزلقان ليه دوره تمام هنبدأ في تطوير المزلقانات ولا سننتظر مزيد من الضحايا والأرواح احنا مش هنبدأ احنا تعالى نشغالين فيه طب يعني المزلقانات أبرز المزلقانات مزلقان العياط اللي هو مزلقان الموت يعني هل طبعا تطويره؟ مزلقان العياط نعطش فيه مزلقان دوقتي لأنه فيه قبري خلاص ولكن المزلقان ما زال موجود لا خلاص امتهى امتهى تماما مزلقان المنظرة ابري ابلي اللي كان سبب في الكارسة بتاعة أسيوت سان فاتت تعالى المنظرة بيشغالين فيه حاليا أن أعمال مدنية عشان بعد كده نخش فيه على أعمال الحماية الحقيقة أنه الأهلي بيؤكدوا أنه ما فيش أي جديد ولا فيه أي تطوير طيب الموقع بلع شهرين وشغال فيه سيد وزير أنه لأمر بسرعة إنشاء كبري علوي على هذا الطريق فوق خط السكة الحديد هل ده؟ اللي حاصل ما كانش فيه متخطط لكبري فوق هذا المزلقان لأن حركة الاتراض على هذا المزلقان ضعيفة حركة المنكبات عالية جدا لأنه ده طريق سريع عشان كده الوزير أمر النهاردة بإننا نزود في الخطة بتاعتنا كان عندنا خطة 27 كبري ده هيبقى 28 ده هيبقى الرقم 28 بشكرك شكرا جزيلا مهندس خالد فاروق نائب رئيس هيئة السكة الحديد للبنية الأساسية